ها هي إيران مرة أخرى تعيد تفعيل الخط البري لتهريب الأسلحات إلى سوريا عبر الميليشيات في العراق وذلك بحسب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية التي أكدت أن الطهران استغلت أزمة الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا وأرسلت بمساعدة الميليشيات في العراق شحنات أسلحة سرية مخبأة داخل المساعدات الإنسانية التي تدفقت إلى المنطقة بعد الزلزال في السادس من شباط الماضي وفق وثيقة مسربة تابعة للمخابرة الأمريكية كشفت عنها الصحيفة وبحسب الصحيفة الأمريكية بيانت أن عمليات تسليم الأسلحة من بنادقة وذخيرة وثلاثين طائرة من دون طيار تمت باستخدام قوافل سيارات من العراق أشرفت عليها ميليشيات مسلحة حليفة لإيران وفيلق القدس وهي وحدة التدخل السريع الإيراني المتخصصة في إدارة المقاتلين بالوكالة وجمع المعلومات الاستخبارية ويشير تقييم الأمريكي المسرب بحسب الصحيفة إلى تورط أبو فدك المحمداوي رئيس هيئة أركان ميليشيا الحجد في عمليات تهريب الأسلحة من إيران إلى سوريا معكدا أن الميليشيات المتعالفة مع إيران في العراق تتلقى تمويلا رسميا من حكومة السودان والحكومات المتعاقبة من خلال هيئة ميليشيا الحجد واشنطن بوس أشارت إلى أن هذه الواقعة تثير تساؤلات قوية حول قدرة الولايات المتحدة وحلفائها على اعتراض الأسلحة الإيرانية التي تستخدم بشكل روتيني لزعزعة الاستقرار في العراق وسوريا ومنطقة الشرق الأوسط ما جاء في تقرير واشنطن بوس يتوافق مع تقرير حصري نشرته وكالة رويتر سابقا قالت فيه أن إيران استخدمت رحلات الإغاثة من الزلزال جلب أسلحة ومعدات عسكرية إلى نظام سوريا تعزيزا لشبكتها هناك ودعما لحليفها الأسد الوثيقة الأمريكية تبين بوضوح التخادم بين إيران والميليشيات التابعة لها في العراق مع نظام الأسد وهو الأمر الذي أدى إلى زعزعة استقرار المنطقة واستخدام العراق من قبل إيران عبر الميليشيات مركزا وممرا للأسلحة من أجل فرض مزيد من هيمنة نظام طهران خارجيا عبر أدواته من الأحزاب والميليشيات في العراق والمنطقة